السلامة والتحدة بوتريش بيحذر من مشكلة كبيرة السنة الجاية الغذاء العالمية قال العالم يستعد لأزمة غذاء العام القادم كان بيتكلم النهاردة وقال ان احنا بالنسبة للعقوبات على الروسيا فيما يتعلق بالأسمدة وفيما يتعلق بمواد غذائية لا دي مش ضمن العقوبات وبالتالي عايزين الأسمدة توصل للناس وتوصل للدول والمزارعين عشان أزمة الغذاء اللي جاية لازم نواجه هذه الأزمة اللي هي مرتقبة يتعرض لها العالم النهاردة الهند خبر مش لطيف الهند دي تاني أكبر دولة منتجة للقمح في العالم بعد الصين الصين رقم واحد 131 مليون طن الهند بعدها ما بين 108-109-111 مليون طن تاني أكتر دولة انتاج للقمح في العالم الهند الهند كان من 13-14 قالوا ان احنا رجيس وزراء الهندي هنطعم العالم يعني عندنا القمح اللي هو نخلي العالم يبقاش محتاج النهاردة الهند قالت لك احنا أسفين يا جماعة اليوم احنا لا هنعرف نطعم العالم ولا نوجه للعالم احنا الامح اللي عندنا يدوب مش هيكفينا ده احنا عايزين نستورد قمح انا بكلمك على تاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد سكان مليار و300 مليون بعد الصين فانت بتخيل الهند العدد سكانة واحد 13 مليار نسمة عايزة تستورد قمح مش تصدر مش هتدي دولة هي دي الازمة اللي موجودة دلوقتي انه الهند لما تدخل تستورد معناها اسعار القمح اللي موجود النهاردة لو ب300 400 دولار ممكن يوصل 500 و600 دولار ليه؟ الهند محتاجة قمح لعدد سكانها الكبير الخطر ده مش تواجه الهند الخطر ده يواجه العالم والدول النامية والفقيرة خطر أزمة العيش التي ستواجه العالم بناء على التحرك الهند النهاردة وإعلان الهند اليوم اللي هو إعلان غير متوقع البلد اللي قالت إننا هأدي للعالم أكل وعيش وغبز ونطعم العالم النهاردة بتقول لك مش أدري طعم حد ده أنا مش قادر كاف الانتاج اللي عندي انخفض نتيجة الاتغارات المناخية ودرجة الحرارة والحلاء اللي حصلت قدت المحصول انخفض اللي كانوا متوقعينه بدل ما كان 111 بيتكلموا على حاجة وتسعين أو أقل من حاجة وتسعين مليون طن وبالتالي قال لك اكتفاء الزاتي بتاعنا ده احنا مش هنقدر نتافي ذاتيا فبالتالي محتاجين نستورد طب لما الهند تستورد هترفع أسعار القمح إزاي النهاردة طبعا احنا في مصر الحمد لله عشان بس محدش يقعد يقول لك الحمد لله عندنا اللي كفينا حتى بداية العام القادم قمح ونبدأ الموسم الجديد بعدها ما عندناش الحمد لله أزمة قمح على الإطلاق وعملين تعاقدات مع 21 دولة فما عندناش مشكلة احنا كمصر الحمد لله عندنا الصوام بتاعتنا ربنا كرمنا وسيادة الرئيس عمل هذا المشروع الضاخم في 2015 اللي النهاردة بياخد بيخزن حوالي 3 أو 2 من 10 مليون طن وبنزود عشان ياخد حوالي 4 أو 5 مليون طن كمان يعني يبقى يصل 4 أو 5 مليون طن قمح في صوامع التخزين والمخازن الاستراتيجية اللي الدولة بتجاهز جزء إضافي أيضا لهذا الكلام فأنت النهاردة ما عندكش أزمة قمح لما أنا بتكلم هنا بتكلم على العالم لأن احنا عاملين تعاقدات بالأسعار اللي فاتت وبالتالي احنا النهاردة ما عنديش هذه المشكلة خفض ضريبة استراد القمح 40% أو إلغاء هذه الضريبة هم كانوا عاملين ضريبة على استراد القمح 40% فقال لك هنخفضها وبيفكروا دلوقتي إنهم يلغوها تماما عشان يساعدوا الشركات الخاصة وأصحاب المطاحن إنهم يستوردوا قمح عشان يقدروا يعملوا دقيق ويعملوا العيش في الهند بيفكروا دلوقتي كده ليه عشان عايزين يحلوا الأزمة اللي ممكن تواجه الهند فترة القادمة تالي العالم عنده هذه الأزمة طبعا القمح الروسي مش كله النهاردة رايح للعالم أوكرانيا يدوب اللي بيخرج من عندهم كم سفينة لحد النهاردة عدد يعني قليل جدا لا يكفي حتياجات العالم حاليا في ظل كمان اللي حاصل في دول العالم التغيرات المناخية والجفاف اللي حاصل وأوروبا اللي بتعاني والعالم كله اللي بيعاني النهاردة طيب احنا محتاجين نعمل ايه احنا النهاردة الرئيسي مبارح كان عامل اجتماع مخصوص اللي هو كل اسبوع وكل يومه التاني في اجتماع الدولة بتعمله بتعمل ايه الدولة الرئيس الأمن الغذائي الدلتة الجديدة تشكة شرق العينات غرب غرب المينيا شرق وسط وشمال سيناء دي مساحات صحراء بتتحول إلى أرض زراعية بنصرف كتير قوي بس كمان عشان تقدر توفر احتياجاتك النهاردة اللي انت محتاجها اوروبا النهاردة عندهم أزمة كبيرة حتى في الفواكه الفاكهة الفرنسية النهاردة محصيل من الفاكهة الفرنسية النهاردة اللي هي تفاح وغيره مفيش مية حصل جفاف فبقى عندهم مشكلة حاجات قمح تاني مساحات قمح حصل فيها مشاكل في نفس الوقت اللي احنا النهاردة بنعمل بحوز زراعية استنباط لسلالات جديدة حديثة من برح سيد القصير وزير الزراعة كان موجود في كفر الشيخ والدكتور سيد خليفة النقاب الزراعيين واللقاء جمال نوردين محافظ كفر الشيخ في مراكز بحوث وبعض المناطق اللي هي بنعمل فيها زراعات حديثة نحن نهاية نهاية